طول الوقت علاقة جماهير الأهلي بيه لقى على طول سلبي إيجابي سخر نبارد على طول على طول ردين عنه على طول مش ردين عنه أداء المتشاط فيه متشاط بيبقى ظاهر فيها بشكل كويس جدا جدا تمام يعني زي الهلال السوداني السعودي عمل ماتش رائع بمتواجد فيه المتشاط القوية مع سانداونز فيه لا ليه ماتشاط كتيرة كويسة جدا حرك شايف انه انتهت صفحة مسيماني مع الأهلي لا ما اعتقدش ما تعتقدش بناء على رؤية إدارة الأهلي أو رؤية إدارة الأهلي ولا ما تعتقدش لأنه عمليا لسه بس أكيد المدرب يمر بظروف معينة هو في الدون بتاعه هو عنده مشاكل هو دلوقتي في الدون بتاعه مشاكل يعني في تحليل الأخطاء الموجودة عنده يعني عندي ست ماتشاط فيه مشكلة عندي مشكلة فنية وبدنية تمام لازم يراجع نفس الحاجات دي كلها يعني المدرب لازم يراجع نفسه بسرعة يعني يلحق بسرعة يراجع الكابت المصطف دي كان لازم يمشي بقاله سنة هارج بقوله أنه ممكن يستمر لغاية أكتر ممكن يستمر نتائج بص هو عمل يعني ممكن بختلفت شوية مع الكابت المصطف هو فيه نتائج عملها جيدة جدا واخد بطولات يعني اتنين أفريقيا واخد تالت عالم فيه نتائج عنده رصيد كويس موجود لكن فيه تباين في أراء المحللين في المتشاط في أغلبية المتشاط يعني في طريقة اللعب في مرونة وعند مرونة ودي كويسة في اللعبك الفرقة الكبيرة لازم عندي مرونة تكتكية في الملعب مرة بلعب باربعة تلاتة تلاتة ما حصلش مبارح ما حصلش هو يعني مدى هارج قلت أنه ما قفلوا قفلوا كل ما فاتحك يبقى لازم أغير لازم أعكا مدرم أتدخل وحل المشكلة المرودة عنه ما عندوش حلول الحلول جات متأخرة كلها ما عندوش أصلا يعني احنا جينا في الآخر آخر مباراة بس ده طبيعي جدا النتيجة بتاعت 2-0 لازم فرقة الوداد هترجع والدفع بقوة تمركز دفاعي رائع كان بلعب 4-1-4-1 بشكل جيد جدا الزيق في النص الملعب في النادي ونقطة الإجهاد اللي كان بيكلم عنها موجودة بدليل تحمد كلها لصالح الوداد طب هل ده طبيعي يا زرايح ما كل النوال الكبيرة بتلعب وبتلعب كل يوم ده مش طبيعي يبقى في حاجة غلط عنده في حاجة غلط عنده فيه الحملة التدريب بتاعه اللعب النهارده ديانج ده خو جدا ده بياخد 3 ويجر بيهم مش موجود في المطر المس باس كتير قوي من نص الملعب طب ماليش هو ده مين اللي بيقومه في المدير الفني لا المدير الفني بتجهيز لا لا يعني أنا كأدارة مين اللي بيشوف الحاجات دي ويروح يكلف المفروض في لجنة المفروض في لجنة كورة كلهم بتوع كورة هي اللي تقول الكلام ده للمدير الفني رئيس النادي وفي محسن وفي زكريا ناصر بس يعني أنا سمعت من من أحد الزملاء في النادي إن فيش حاجة من دي بتحسن ليه اللي واحد كان بيقر دايماً وبيشوف إنه بعد ماتشات معينة تلاقي إنه حصل اجتماع ما بين مجلس الضارة وبين اللجنة وبين كابتن محمول الخطيب وبين موسيمان لا اللجنة تعمل تقييم لفترة معينة يعني ممكن اللجنة تعمل تقييم لفترة موسيمان اللي فادت دي وهم الرؤية بتاعتهم ما حادش يقول له غير طريقتك؟ لا المدير الفني دي ما حادش يكلم أصلا طالما أنا متواجد أنا هدير كل حاجة أنا هدير كل حاجة ما أقولوش أنا أنا شايف إن الإجهاد موجود ومش مفروض ممكن ألمس على نوقات معينة كالجنة فنية لازم ألمس معاها وأتنخش معاها لازمع كل فترة أعطم مع المدير الفني هو الرياد العلي أنا ما فيش حد فني إحنا عندنا في النادي الأهلي كده لا في أي حد لا إحنا في النادي الأهلي عندنا بالتحديد حتة المدير الفني ومدير الكورة هم المسؤولين على الكورة في كل من إعايف لليا وما عندناش مدير رياضي يعني فيه مفروض فيه مدير رياضي ده مسؤول فني يعني شوية مع المدير الفني في خطوط عريضة في الأول وبعض نقش كل فترة فيه ممكن نقش وهو كسبان أكلم معاه وأنا كسبان لكن وأنا فيه اهدزاز مستوى ونتائي غير طيبة لازم يتقعد معاه ويتكلم هو يشرح ويقول وجه نظره وشوف إيه الأخطاء الموجودة وإيه القصور الموجودة في فرقة لازم يحصل الكلام ده